تقسم الأخلاق إلى قسمين واحد أخلاق جبلية اثنان أخلاق مكتسبة أخلاق جبلية إن بعض الناس قد يجبل على بعض الأخلاق بحيث تكون الأخلاق بارزة فيهم وظاهرة في سلوكهم ودليلنا على هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود وقد جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى ورسوله الحلم والأناه قال يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله تعالى جبلني عليهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الله جاب لك عليهما فقال الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله تعالى ورسوله ولا شك أن الناس يتفاوتون فيما يجبلون عليه من الأخلاق كما يتفاوتون فيما يجبلون عليه من قوة الإدراك والذكاء ويترتب على ذلك أن من جبل على نوع معين من الأخلاق يسهل عليه ترسيخ هذا النوع في نفسه والبقاء عليه لأنه يجد عونا في ذلك بما جبل عليه أخلاق مكتسبة وهي ما يتعلمه الإنسان من معاني خلال حياته تنعكس في سلوكه إن الأخلاق من حيث الجملة يمكن تقويمها وتعديلها كما يمكن اكتساب الجيد منها والتخلي عن قبيحها وبالعكس ودليلنا على ذلك أنه يمكن أن تقويمها أن الشرع أمر بالتخلق بالأخلاق الحسنة ونهى عن التخلق بالأخلاق الرديئة فلو لم يكن ذلك ممكنا مقدورا للإنسان لما ورد به الشرع فالإسلام لا يأمر بالمستحيل ومن القواعد الأصولية في الفقه الإسلامي لا تكليف إلا بمقدور أو لا تكليف بمستحيل وعلى هذا فكل إنسان عنده أهلية وقدرة للتحلي بالأخلاق الجيدة والتخلي عن أضدادها كما أن عنده أهلية وقدرة على عكس ذلك وقد يستأنس لهذا بقول الله تعالى وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ولكن مع هذا فإن الناس يتفاوتون في مقدار أهليتهم وقدرتهم واستعدادهم لاكتساب الأخلاق أو تعديلها كما يختلفون في مدى أهليتهم وقدرتهم واستعدادهم لتلقي العلوم المختلفة أو إدراك الحقائق الدقيقة نظرا لاختلاف عقولهم ومدى ذكائهم